سيادة العقيد بالحديث عن تركيا كان هناك شكوى روسية قدمت لمسؤولين أطراك من قبل الروس كما أعلن المدير الفني لشركة بايكار التركية سلجوك بيرقدار ورد على هذه الشكوى بأن الطائرات بيرقدار أو الشركة بايكار ليست حكومية ولكن السؤال هنا عن الشكوى الروسية والانزعج الكبير من استقدام هذه الطائرات في الهرب بيوكرانيا يعني هذا أقول واحدة أن أخذه اعتراف وشهادة لطائرة بيرقدار أمام العالم بأنها طائرة أوجعت الجيش الروسي هذه واحدة يعني لا بد من على الرغم من عدد القليل التي اشتراتها ست طائرات بيرقدار على مستوى أوكرانيا كلها وعلى مستوى هذه الحرب جعلت روسيا تأن هذا أنين هذا هذه الشكوى هي من تعن تحت ضربات هذه الطائرة فقط لأنها متطورة يعني فقط لأن الروس أغمضوا عينهم عن تطوير أسلحتهم وباقي العالم فتح عينه وأطلق يد العلماء أطلق يد العلماء في روسيا في سوريا في إيران العالم يقتل العالم يسجن العالم لا تطلق يده بأي اتجاه أما هذه الشعوب وحكومات أطلقت يد علماءها فعملوا لها المستحيل اشتركوا في القناة